لو لا هذا التدخل الإلهي المباشر كان تراث إدريس وتراث نوح وتراث بني إسرائيل الأنبياء كلها يروح تماما يعني هناك تدخل إلهي مباشر بحيث يحفظ الميراث لذلك هذا كتاب أخ نوخ أنا أقدم نظرية أن هذا الكتاب أظهره لنا عزير شأل تي إيل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه لما بعثه وبني إسرائيل رجعوا من السبيل مدعومين من من دولة الإمبراطورية لها خامشية وهو مدعوم منهم لأنه لا ينافسهم على السلطة وأنما يريد أن يثقف بني إسرائيل من جديد على الكتب فعلا أظهرها اللي هذه الحقيقة مع الأسف تكاد تكون مغيبة في الدراسات الإسلامية المسيحية اليهودية المعاصرة إن شاء الله حينما نأتي في وقتنا تحدى فإذا كتاب أخ نوخ هو ميراث إسرائيلي ميراث إسرائيلي ويهودي أخوة إحنا النظرة السلبية نظرة إلى اليهود السلبية بعدما أفسدوا أفسدوا مرتين وبعدما أفتوا بقتل عيسى عليه السلام لكن هذا لا يعني أنه تراثهم ما بي بعض الأشياء يعني مثلنا اليوم التراث تراث الكتب الستة لا يعني بالمرة أنه محرف نعم فيه تحريفات كثيرة من هذه التحريفات أنه يأتي الله يوم القيامة على غير الصورة التي يعرفها البشر يقول أنا ربكم يقول لا أنت مو ربنا إحنا على مكاننا إلى أن يجينا ربنا يروح يغير صورته ويأتي يابع أنا ربكم قالوا لا لا مو أنت ربنا إلا بالمرة الثالثة قالوا ما تقولوني ربكم شنو علامته قالوا له للساق قال لهم للساق يعني هذا خرافة تماما خرافة لا تقل خرافة عن السومري عن خرابات السومري والبابليين لكن بنفس الوقت بيها معلومات مهمة جدا تحديث الكشاء كحديث الثقلين كأشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وآله فالقضية هكذا في الحقيقة أنه لا توجد آثار فعلا مسمارية أو يعني بالخط المسماري باللغة السومرية أو الأكادية غير الإسم وكونه رقم سبعة من آدم الكتاب نفسه أصلا غائب عن الوجود هو صحف إبراهيم اللي بينها يعني بيننا وبينها ثلاثة ألاف قبل الميلاد يعني خمسة ألاف سنة ضاعت كاملا بالمركة لو لا أن تذكر التوراة قصة إبراهيم حتى التوراة ما ذكرت الصحف صحف إبراهيم أي التوراة حتى يعني البغض لذرية إسماعيل والكره لهم باعتبارهم ذرية أمة وهم ذرية الحرة وضلائر خلاهم يعرضون إسماعيل وحشي في الوقت اللي التوراة تقول أنه مبارك مثمر مثمر هذا الرجل مثمر هو النص يقول هكذا سوف أجعله مثمرا أو أثمرته يحاولون يفسرون هذه الكلمة فارا من الوحشية ما يصرفوها إلى الثمر والمثمر عجيب هكذا فكيف تتوقع أنه كتاب إدريس يحافظ عليه وإنما الذي أظهره لنا كما قلت عزير سنة أربعمية وأربعين أربعمية وخمسين هو ظهر لأنه بعد مائة سنة من موته ظهر في سنة أربعمية وسبعة وخمسين قبل الميلاد زمن أرتحشستا الأول الإمبراطور للإمبراطور الفارس المعروف وجزء من كتاب عزير مطروح في التوراة الحالية بعنوان كتاب عزراء بينما هو كتاب عزير الجزء الآخر المهم جعلوه منحول يعني قطعوا أوصال هذا النبي وعمله العظيم عمل أنه أحيى التراث ليش؟ لأنه بيديت تراث موسى وهارون وآل هارون هو رقم 24 من آل هارون فمنحصر الطريق إذا ردنا نفسر وجود كتاب أخ نوخ ظهور كتاب أخ نوخ ما عدنا غير غير هذه النظرية أن الذي أظهره هو عزير بعد رجعته لأن بني إسرائيل اجتمعوا عليه وبدأوا يقبلون منه لرجعته من جهة ولدعم الدولة الفارسية الامبراطورية الهخامشية له دعم مطلق دعم مطلق أما بعد مباشرة انقلبوا فضاع في الخزائن ويعتبروا منحول إلى أن يجي المحقق فيكتشف له أن هذا الكتاب مقطع الأوصال تلقاه في أسفار مختلفة فبالتالي إذن نحن كما قلنا من أجل أن لا يشكل علينا أحد أن هذا كتاب برواية اليهود نقوله ميراث اليهود أولا هو ميراث نبوي ميراث بني إسرائيل الثانيين إحنا ما رح نكتفي بالكتاب بما هو كتاب رح نستدل على مضمونه من التوراة على مضمونه من القرآن الكريم ويهمنا من مضمونه هذه الرؤية الزمنية المستقبلية المراحل العشرة من زمن آدم إلى يوم القيامة وهذه نسبت إلى إدريس نسبت إلى أخنوخ وتضربها على الإنترنت رؤية الأسابيع رح تتضح أنفس ما بين يدي البشرية اليوم هو هذا المقطع اللي هو من كتاب أخنوخ تصدقه التوراة ويصدقه القرآن